السلام عليكم ازاي Jeez يا حباب قلبي عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في احسن حال إن شاء الله النهاردة فيديو جديد ويسيدة جديدة سيدة النهاردة سيدة تركية هنشوف النهاردة تنظيمها وترتيبها في بيتها يكون عامل ازاي وافكارها كمان البسيطة فيديو النهاردة هيكون فيديو حلو جدا فيديو بسيط إن شاء الله كلنا هنتشجع منه هنطناشط منه ولو بحاجات بسيطة أو بافكار بسيطة إن شاء الله هتعجبكم بس طبعا قبل ما نبتدي الفيديو حبا في أول الفيديو أشكركم من كل قلبي على كل حد باركلي في الفيديو اللي فات على الولادة بتاعتي بشكركم من كل قلبي ربنا يخليكم لي ويدومكم يا رب نعم في حياتي دايما دايما باستمرار كده ربنا يخليكم لي يا رب النهاردة يعني في أول الفيديو كده يعني كنت حبة أن أنا أشكركم لأن طبعا ده واجب علي أن أنتم يعني ما بخلتوش علي بالكومنت الجميل دعواتكم الجميلة ربنا ربي خليكم ليا بشكركم من كل قلبي لكل حد بجد بجد يعني دعالي دعوة صدقة كده من قلبه ولكم بالمثل يا رب إن شاء الله متنسوش بقى دعمكم ليا باللايك عايزاك كده لايك غالي منكم للرودي بقى حبيبتكم كده وكمان الكومنت كمان اللي بتحفز به عشان أتشجع أكتر واجب لكم فيديوهات أحسن وبالمناسبة في أول الفيديو كمان أنا الفترة دي إن شاء الله هنزل لكو فيديوهين في اليوم يعني فيديو كده هنزل لكو حوالي ساعة خمسة أو خمسة ونص أو ستة ده كتيره والفيديو التاني إن شاء الله هيكون في معادنا عادي زي ما احنا ما بنزل بالليل الساعة 11 أو من 11 ل 11 ونص على حسب طبعا ما الفيديو بيخلص تحميل معايا فبنزله لكم على طول طب يا رودي هتنزلنا فيديوهين في اليوم أولا أنا يعني عايز أعواتكم اللي فات ده كله الفيديو اللي هينزل الساعة 6 غير الفيديو اللي هينزل بالليل هيبقى فيه اختلاف طبعا يعني كل فيديو عن التاني وإن شاء الله نعوض اللي فات ده وبأمر الله تعالى كده نزبط القناة تاني مع بعض لإني زي ما قتلكو في الفيديو السابق أو اللي فات إن ريتيو القناة عندي واقع جدا 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 فبالتالي يعني مش مديني أي تحفيز إن أنا أديكم حاجة كويسة ولكن ده يعني أنتم تستحققش مني كده فأنا لأ لازم أجتهد شوية وديكم فيديوهات أحسن من ده أنا كنت بعملها عشان بالتالي القناة ترفع تاني بس كل اللي أنا طلبة منكم إن أنتم توقفوا جنبي بالكومنت المحفز باللايك الغالي كده منك وكمان لو أنت بتتفرج علي أول مرة جديد ومشتركتش عندي فهياريت تشتركي كده في القناة إن شاء الله تعجبكم أنا والله أنا عارفة إن القناة بتعجبكم وناس كتير قوي بتقول لي يا رودي إحنا إنتي بجد بتحفزين على تنظيف بيتنا وعلى تشجيع بيتنا وعلى ترويق بيتنا إن يكون دايما بشكل أفضل وشكل أحسن فالحمد لله إن أنا يعني بكسب ثقاتكم بيا كده إن أنتم يعني بتكونوا واسقين فيها في أي حاجة أنا بجيبها لكم فربنا يخليكم لي يا رودي أسف جدا لو طولت عليكم في المقدمة بقى لي ثلاث دقائق ممكن بتكلم معاكم كتير بس والله يعني غزب عني بصوا بقى أنا يعني الحمد لله والشكر لله وردت بالسلامة وعايزة أتكلم معاكم ممكن ناس كتيرة تبعتني الفترة اللي عدت كان فيه منكم ناس مش عارفين إن أنا حامل برغم إن أنا قلت كتير والله في فيديوها كتيرة وفيه ناس طبعا عارفين إن أنا حامل فكنت كانوا مقدرين دا يعني عارفين إن أنا صوتي أو شغلي كان عيادوبك على الأد عشان أنا كنت تعبينة فدلوقتي بقى إيه عايزة فهمين اللي هو أنا خلاص بقى أرجع لطبيعتي وأرجع معاكم أحسن من الأول تعالوا بقى نخش الفيديو كده ونسوف الفيديو طبعا الفيديو مش فيه حاجات كتير وأول حاجة ابتدت بها هي المطبخ حبيت أجيب لكم المطبخ ترويق المطبخ وتنظيف المطبخ ولكن السيدة اللي معاينة النهاردة أول حاجة هي ابتدت بيها دورة في المطبخ من فوق علشان خاطر تنظف الدنيا ويترتب الدنيا وفي نفس الوقت كمان تكون الحاجة منظمة عندها ما تنسوش إن إحنا داخلين كمان على موسم المدارس كل سنة وانتو طيبين يعني قربنا شوية فحاولي بقى من الفترة دي لحد موسم المدارس كده إن شاء الله إن كنتوا تحاولوا يتزبطوا نفسكم في قلب البيت أي حد عندها أي حاجة حاولوا إن كنتوا تروقوها وتنظفوها بحيث لما يخش عليكم موسم المدارس ما يكونش في عندكم شغل كتير وطبعا في مننا كتير بيبقى طبعا أولادوا لسه صغيرين فبيبقوا عايزين طبعا يعودوا معاهم في حتة المذاكرة والكلام ده فمش بنلحق إن احنا ننظف ونعمل واجباتنا ونزاكر وننزل دروس وهكذا فانتوا حاولوا بقى على قد ما تقدروا الفترة دي يعني ايه؟ امسكوا حاجة حاجة كده في البيت اللي تلابها مثلا متشقلب فوق بعضه لأ رتبه اللي مثلا قوضتها متشقلبة فوق بعضها أو عايزة تتنفض أو فيها طرابة حاول إن كنتي تعمليها اللي مثلا عنده المطبخ بتاعه في زيوت أو في دهون أو مثلا يسعد مننا كده منجيب حاجات ونبقى نحطها في أي حتة مش بتحط في أماكنها بالزبط عشان طبعا منكون مستعجلين أو بيكون ورانا حاجات تانية فانت حاول الأيام دي تعملي الحاجات دي فزي ما قلتلكم ادقوا كده بحاجات بسيطة اللي انت ما تهلكيش نفسك أولا ده الطقم اللي هي حطت فيه دلوقتي المكارونات والبكوليات بتاعتها ولكن ده ساعت لما اشتريته جديد بس أنا حبيت أن أنظم لكم الفيديو وراء بعضه هنا بعد ما خلصت طبعا المطبخ بتاعها بصوا يعني كل حاجة بقت زي الفل والدنيا بقت نظيفة معها وشكلها حلو هيكاد الدنيا نظيفة كل حاجة ولكن زي ما قلتلكم الترتيب والتنظيم ده أهم حاجة ممكن كل الدنيا عندك مجيفة والدنيا فل عندك بس ما فيش تنظيم أو فيه ترتيب حالو فبالتالي هتحسي بكركبة وتحسي أن فيه حاجات كتير وفيه شغل كتير انت هتبقي متضايقة منه فلذلك عشان كنا بقول لكم لأ يعني حاولوا أنكم ترتبوا وقتكم وتنظموا وقتكم على أنكم تكون الحاجة عندكم تكون بشكل أفضل أو تكون بشكل أحسن يعني طبعا هي هنا بعد ما خلصته خالص أي كان يعني شايفين لما بيكون برضو المكان فيه شمس ده بيكون حاجة حلوة طبعا دي ترى بيزة الصفرة بتاعة المطبخ هنا كانت بتوريكوا شكل المطبخ كده بالنهار أو بالصبح الصبح بيكون عامل إزاي وزي ما قلت لكم يعني لما تكون الحاجة شكله نظيف وانتي مرتاحة فيها دي بصوا يعني بيكون حاجة كده حلوة أنا شخصيا لما أنا أكون عاملة حاجة بإيدي أنا أو أنا اللي بنظفه بيتي بإيدي أو كده أو مثلا أنا أنت بتبقى عارفة مكان حاجاتك بتحطيها فين فانت بتبقي مرتاحة عكس مثلا لما بتبقي حط حاجة فوق حاجة أو مثلا تيجي بنتك تحطي لك حاجة أو ابنك يحطي لك حاجة منتش لقياها فدي اللي بتتعب عشان كده أقول لكم تحاولوا تنظموا نفسكم في الفترات الجاية دي طبعا هنا بعد ما خلصت المطبخ بتاعها خالص هنا على فكرة سيدة اللي معنا النهاردة سيدة بسيطة أنا حبيت أجيب لكم يعني فيديو يكون لسيدة بسيطة إن هي يعني إيه زي بيوتنا كده بالزبط عايز أقول لكم الفيديو بتاع بكرة هيكون فيديو حلو جدا 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 فرجوا عليه سما تقول لكم هنزل لكم إن شاء الله بكرة فيديوهين والأيام الجاه ننزل فيديوهين يارب يارب يكون أي حاجة منهم تكون فتحة خير علينا كده وتمشي القناة تاني علشان الدنيا تبدأ تمشي معايا تاني كده والقناة الدنيا تزبط فيها لأن انتوا شايفين المشاهدات عندي بصوا يعني الحمد لله والله أنا يعني بصوا بشكر فضل ربنا علي والله أنا بقول الحمد لله إن يعني الدنيا ماشي كده الحمد لله أنا زعلانة طبعا على ريتش القناة وكل حاجة بس هو كله بأمر ربنا فأنا لازم نرضى يعني لازم نرضى بأمر ربنا فأنا بقول الحمد لله أكيد لسه ربنا عين للخير وأكيد لسه ربنا عين لي الحاجة الصح فبس الحمد لله فعشان كده بقول لكم إن بكرة إن شاء الله يكون في فيديوهات حلوة جدا إن شاء الله وهتعجبكم هنا طبعا بعد ما خلصت الانترية بتاعها او هنقول كانت جايبة كده مكتبة صغيرة حطتها فيها هي المكتبة دي علشان بس الكتب يعني هي جايبها تحطها على جنب كده للكتب تعالوا نشوف بقى كمان معاها وكمان ترتيبها وتنظيمها هيكون عامل ازاي او هنقول عندها دي غرفة الصالون في ناس بتقول عليها صالون وفي ناس بتقول عليها ولكن هنا السيدات التركيين يعني اكترية الناس بيقولوا عليها صالون فيمكن معايا كمان الناس اللي من دول اللي برة عارفين كده كويس تعالوا كده نشوف هنا جولة سريعة كده في غرفة زي ما قلتلكم وبعد كده يعني هنا بعد خلص ما كانت خلصتها تعالوا نشوف بقى عادتها الجميلة في البلكونة او المكان اللي هي يعني بيكونوا مرتاحين فيه نفسيا وممكن انا جبتلكم المقطع ده في اول الفيديو خالص كباية القهوة الجميلة اه مع اه يعني كاسة مية كده مع كمان اه ممكن موطر او شموع حاجات كده اه يعني تديك يرونك حلو كده فانتو حاولوا ان انتو تعملوا الحاجات دي في قلب بيوتكو اللي هو انتو يعني تبقوا مرتاحين فكباية القهوة دي عايز اقول لكم بتثبط الدنيا جدا يعني هنا تنظيف سريعة عندها او ليسطلون زي ما قلتلكم هو نظيف آآ ولكن اكيد هي شايفة آآ في حاجات مش نظيفة فيه فبالتالي زي ما قلتلكم مش بتكون على نفسها اي حاجة او اي شغل يعني هنا بقى خلاص كانت خلصته وتعالوا نشوف التويلت بتاع الضيوف هو بسيط برضو آآ هي حبة كده عمنا الحود اللي هو بيكون تحته التقفيل وطبعا الطويلت اللي هو آآ السوفت او الطويلت اللي هو الالكتروني طبعا ده دلوقتي بقى يعني هو معلق كده ده دلوقتي بقى يعتبر في معظم آآ البيوت او في معظم الحمامات يعني خصوصا لو انت بتجددي يعني هنا طبعا ده ابنها كانت برضو بترواءه كده او بتنظفه على السريع وهتبتدي ان هي آآ ترصص في الهدوم بتاعته وآآ بعد كده هتعمل الادراك بتاعت ابنها كمان بس هي كده بتنظفه يعني بتاخد لطوة نظيفة وبعد كده زي ما قلت لكم هتبتدي ان هي ترصصه علشان خاطر يكون نظيف معاها طبعا منظمات دي ممكن شوفناها في اكتر من فيديو قبل كده بيكون حلوة جدا وبتنظم لك الدنيا حبيت اجيبلكو الفطار الجميل الحلو ده عشان يفتح نفسكو على الفطار او العشا عشان تحضروه ليكو خلص فيديو النهاردة اشوفكو الفيديو الجاي اشوفكو الفيديو الجاي ومع السلام